تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض السياحة الذي يقام في مدينة برلين في ألمانيا وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية والمساهمة في زيادة عدد الزوار للمملكة ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ويترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفدى مملكة البحرين المكون من مسؤولين وممثلين عن عدد من الفنادق الرائدة ووكلاء السفر بالإضافة إلى شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ويشهد جناح مملكة البحرين مشاركة ثلاثة دراجين ألمان من فريق البحرين ميريدا ويعد معرض السياحة السنوي من أكبر المعارض الدولية للسفر كونه يستقطب كل عام آلاف المعنيين بهذا القطاع الحيوي بدءا من مزودي الإقامة وحتى موردي تكنولوجيا الضيافة نتواجد اليوم في معرض السياحة والسفر العالمي في برلين حيث يعد من أكبر المعارض في هذا المجال عالميا ونحرص أن نتواجد سنويا في هذا المحفل واتبعنا سياسة واضحة نحن نحضر بقطاع السياحة متكامل من البحرين سواء في تمثيل شركة طيران الناقل الوطني طيران الخليج أو وكالات السفر والسياحة أو الفنادق لنقدم منتج متكامل عن الوضع السياحي في البحرين وما يقدمه من خدمات ومن إمكانيات بالنسبة لنا هذا السوق مهم لأنه عندنا تركيز أولي على السوق الأوروبي وخصوصا ألمانيا بصفة رئيسية ويعد هذا من المعارض الكبيرة في هذا المجال ونعقد فيه عدة اجتماعات مع الكثير من منظمي الرحلات في أوروبا ومن شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر حرصنا أيضا على توسيع جناح البحرين العام تلو والآخر والسنة نشوف أكبر تواجد هنا من ناحية العدد والمساحة وإن شاء الله مستمرين في هذا النهج لأنه بالنسبة لنا شفنا نتائج طيبة من خلال مشاركتنا في السنوات القليلة الماضية وتركيزنا على هذا المعرض ونجد أنه فرصة استثمارية جيدة لترويج البحرين والاستقطاب المزيد من السواح من هذه الأن ترجمة نانسي قنقر